حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من أي ابتزاز سياسي من قبل البعض على صعيد تبادل الحقائب الوزارية مما يؤخر تشكيل الحكومة وعقب الجلسة الاستثنائية له في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية شيخ عبداللطيف داريان وحضور الرئيس فؤاد السنيورة أكد المجلس أن أي تأخير في التشكيل ينعكس سلبا على مصلحة الوطن ومصالح الناس طالب المجلس الشرعي أن يكون البيان الوزري في الحكومة العتيدة مبنيا على أسس واضحة المعالم لتأكيد سيادة الدولة واحترام الدستور والتطبيق الكامل لوثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف والالتزام أيضا بالقوانين وأن تتحمل الحكومة والقوى السياسية مسؤولياتها الكاملة تجاه ذلك المجلس طالب بإطلاق ورشة المشاريع الإنمائية والإصلاحية لبناء دولة المؤسسات والاستفادة من مؤتمر سيدر المعول عليه في نعاش الوضع الاقتصادي في لبنان دعا المجلس إلى التضامن الوطني فيما بين جميع اللبنانيين والالتفاف حول دولة الرئيس سعد الحريري في الجهود التي يقوم بها بالتعاون مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية للخروج من هذه الأزمة التي يعيشها لبنان لتحقيق الأهداف التي سترسمها الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري وقد هنأ المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اللبنانيين عامة بحلول الأعياد المجيدة متمنيا أن يعود لبنان إلى لعب دوره كما كان صاحة لقاء بين الأشقاء العرب اشتركوا في القناة